اهلا بكم في قناة ايميوني النهاردة هقدم لكم طريقة عمل الشكلامة الهشة والمش مكتومة ومش هنحتاج لاضافة مكونات غريبة زي الجولوكوز او الكاسترد او اي حاجة من الحاجات المش مألوف استخدامها بالنسبة لنا المكونات اللي هنحتاجها اتنين كوب جوز الهند المبشور ناعم ونص كوب بياض بيض يعني بياض اربع بضط وكوب سكر حبيبات ونعمة مش السكر الخشن قوي عشان يدوب بسهولة معنا ومعلقة كبيرة من الدقيق ورشة ملح ونص معلقة كبيرة من الفانيليا على حمام مائي احط بولة كبيرة واضيف السكر وبياض البيض وكمان رشة الملح باستخدام المضرب الكهربائي على سرعة منخفضة ابدأ في الخفق عشان ادوب السكر في بياض البيض ناخد وقتنا في المرحلة دي دي اهم مرحلة في نجاح الوصفة منستعجلش عليها عشان نوصل لافضل نتيجة لما السكر يدوب اعلي السرعة الاقصى سرعة واستمر في الضرب لحد ما يبقى فون متماسك ده الشكل اللي محتاجين نوصل له اشيل البولة من على النار واضيف الفانيليا لازم الفانيليا تضاف في المرحلة دي عشان لو ضفناها والبولة لسه على النار رحيتها هتتطاير وهيبقى كأننا ما حطناهاش دلوقتي هحضر جوز الهند وهقلب معاه معلقة الدقيق عشان ما تخرصي في بياض البيض وبعدين انزل بيهم دفعة واحدة على الفوم وباستخدام السباتولة اقلب بالراحة لحد ما يختلطو وما اقلبش بقوة عشان احافظ على الهوى في الفوم وما يحبطش استخدم قمع قطره كبير ويفضل كمان لو اكبر من اللي انا استخدمته ده هيساعدكم اكتر وفي الصينية فيها ورق زبدة او مفرز سيلكون ولو مش متوفر يبقى مسحة خفيفة جدا من الزيت ابدأ بتشكيل الشكل اللامع بالشكل اللي في الفيديو كده الكمية دي حضرت معي 18 قطع هدخلها فورن على درجة حرارة 140-150 بحد اقصى لو الحرارة اعلى من كده هتتحرق وهتبقى نية من جوا هتاخد في الفورن حوالي 14 دقيقة مش محتاجين نسيبها تغمق قوي في الفورن مجرد ما تاخد لون دهبي من تحت بالشكل ده ومن فوق تكون بدأت تحمر كده تبقى جاهزة جربوها وقلولي حبيتوا طعمها اكتر ولا طعم الشكل اللامع الجاهزة ولو عجبكم الفيديو ده اعملوا لايك وشير واشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد اشتركوا في القناة عشان